الاخ اسماعيل الهنية اتكلم طلع على احدى المحطات التركية محطة ابراهيم ولا طلع على جورنان اسمها خبر ترك وقال انه ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وفلسطين امر ممكن وبعد اتكلم في التفاصيل في النص وقال لازم المنطقة ومصر وتركيا كل مع بعض وحاجات من كده لكن انا بسألو بقول بس عشان نقطة نظام اسماعيل الهنية مش فلسطين وخالد مشعل مش فلسطين فلسطين اختلفنا اتفاقنا في الاخر في سلطة ماينفحش يبقى عندي واحد بيكلم باسم غزة واحد بيكلم باسم الضفة يا جماعة ماينفحش يا جماعة دي كارثة دي فضيحة ماينفحش يطلع اسم الهنية يقول ان احنا هرسم مع امان انت اللي ترسم الحدود مع تركيا هتعمل زي السراج لمرسم مع تركيا. ما انفعش يا جماعة. وبرضو انا بقول تركيا عليها ان لا تبتلع الطعم. لان احنا عايزين نحل المشكلة. عايزين نقعد الفلسطينيين يصيروا شيء واحد. سواء في السلطة ولا السلطة الجديدة ولا يكون في عندنا قيادات فلسطينية اخرى ولا انتخابات. في الاخر فلسطين ما ينفعش يكون فيه صوتين. ما ينفعش يكون فيه صوت اخواني حمساوي. بيكلم على ان غزة جزء. واضفة جزء. ودي دويلة. ودي دويلة. ما كارثة حقيقية.